أسامة يقول انتشرت في الأيام السابقة على السوشيال ميديا حملات لسب وشتم بعض المشايخ من أمثال الشيخ يوسف القرضاوي والشيخ سلمان العودة نود منكم نصيحة لمن يقومون بهذه الحملات مع بيان خطورة الأمر وهؤلاء أقول لهم أولا القبول من الله عز وجل ومن رفعه الله لن تستطيعوا وضعه مهما فعلتم والعلماء هم ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا علما نافعا فمن أخذه أخذ بحظ وافر هذان الشيخان المذكوران في السؤال الشيخ يوسف القرضاوي أمد الله في أجله والشيخ سلمان العودة فك الله أسره وعجل فرجه كلاهما قد نفع الله بهما بعلمهما الموسوعي وأفكارهما النيرة وتقريبهما مفاهيم الإسلام وطوافهما في أرض الله دعاة إلى الله هذان الشيخان ما يكاد أن تكون بلد قد تركاها بل طوفوا بالمشارق والمغارب يدعوان إلى الله ويبصران المسلمين بحقائق الدين وكذلك لهما مؤلفات نافعة وتصانيف ماتعة في شتى فروع العلم وكلاهما قد سلخ عمرا مديدا في الدعوة إلى الله وتعليم الخلق شيخ يوسف القرضاوي حفظه الله وختم له بالحسنة الآن قار وعمره المئة المئة وله من التصانيف ما يزيد على مئة وخمسين في شتى فروع العلم والمعرفة وتزييف دعاوى الملاحدة والعلمانيين كتب في العقائد كتب في الرقائق كتب في الأخلاق والسلوك كتب في الفقه ولا يزال كتابه فقه الزكاة في مجلدين هو المرجع الرئيس لكل من يريد البحث في نوازل الزكاة ولا يستغني عنه طالب علم وكذلك كتابه في فقه الجهاد أيضا في مجلدين والشيخ سلمان العودة حفظه الله ورعاه وعجل فرجه وفك أسره كذلك من العلماء الذين نحسبهم ربانيين قد آتاه الله علما واسعا ولسانا صادقا وقدرة على إيصال المعلومة إلى الناس هؤلاء الذين يتسلطون عليهم إنما يخدمون علموا أم لم يعلموا دوائر صهيونية ودوائر صليبية ودوائر الحادية ومن يعينهم من المنافقين من حكام المسلمين ممن شرقت حلوقهم بهذه الجهود الطيبة وهذا التأثير الطاغي لهذين الشيخين وأمثالهما فلذلك أوجه النصحة لهؤلاء أقول لهم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وكلاهما ذو شيبة وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافعا وكلاهما حامل للقرآن والحمد لله رب العالمين لا هما من أهل الغلو ولا هما من أهل الجفاء وأقول لهؤلاء الخائضين في أعراض هذين الشيخين الكريمين الجليلين إن ربك لبالمرصاد أقول إن ربك لبالمرصاد والله جل جلاله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فإياك إياك أن تكون حربا لله عز وجل